تدين وزارة الخارجية وتستنكر بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية صاروخاً باليستياً تجاه الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وأشادت وزارة الخارجية في بيان بكفاءة ويقضة الدفاعات الجوية السعودية في التصدي للصاروخ الفلسطين وتدميره كما أكدت موقف مملكة البحرين المتضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة والمساند لكل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها والمقيمين فيها وحماية أمنها واستقرارها ترجمة نانسي قنقر